للمرة الثانية عشرة يفشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية فالخلافات بين القوى السياسية لا تزال حادة الأصوات انقسمت بين المرشحين للمنصب جهاد أزعور وسليمان فرانجية حيث حصل ترشيح جهاد أزعور المدعوم من أكبر الأحزاب المسيحية على 59 صوتا في حين حصل سليمان فرانجية المدعوم من الثنائي الشعي وهما حزب الله وحركة أمل على 51 صوتا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال إن انتخاب رئيس الجمهورية لا يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار فمع أبرز الرسائل السياسية التي كشفت عنها اتجاهات التصويت في الجلسة الأخيرة وهل ينجح البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد قريبا كل هذه التساؤلات وأخرى نطرحها على ضيفينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي رضوان عقيل والكاتب والباحث السياسي مكرم رباح مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك أستاذ رضوان إذن للمرة الثانية عشرة يفشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد ما أبرز العوامل التي دفعت لاستمرار هذه الأزمة؟ مساء الخير أولا لم يكن أحد يتوقع أنه سيتم انتخاب رئيس في هذه الجولة نظرا إلى حالة التخبط التي تعيشها الكتل النيابية وحالة الانقسام العمودي التي تسيطر على المشهد لكن ثم تجملا من الخلاصات يمكن الخروج بها أنه أصبح من الصعوبة الفريق الذي يعمل على إيصال جهاد أزعوري لسجرة الرئاسة أن يستمر به كذلك هناك جملة من الصعوبات عند الفريق المؤيد الإسلامين فرنجي الذي حقق نتيجة مقبولة من خلال حصوله على 51 صوتا لأنه كانت توقعات تشيري لأنه سيحصل أنه لن يتجاوز الأربعين صوتا أي بمعنى حالة الكباش الموجودة داخل المجلس واستنبارها بهذه الطريقة لن تنتج رئيسا ولا بد من تسوية ومن هنا كما قال الرئيس نبي بيري كما قال البترك الراعي لابد من التوجه ولا مفر من الحوار بغض توصل إلى شخصية توافقية للوصول إلى هذا الأمر هناك جملة من الخلاصات السياسية أيضا من ربح ومن خسر أستطيع القول أن جبران بسيل كان أول الخسرين حتى لو قرر الرجل أو حسب أنه أزاحة فرنجية من المشهد الرئاسي حتى هذا الأمر لن يتحقق أي بمعنى تكتل الأضاد الذي جمع القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطن الحر والتغيرين لم يحقق المبتغى الذي عمل على تحقيقه في اختصار نحن بحاجة إلى تسوية رئاسية إذا قرر البرلمان اللبناني فعلا والكتال النيابية انتخاب رئيس والخلاص من هذه الأزمة المفتوحة أستاذ مكرم ما وجهت نظرك ومن يتحمل المسئولية عما وصل إليه الوضع في لبنان بطبيعة الحال المسئولية هي مسئلة أو مسئولية جماعية ولكن تتحمل الجزء الأساسي منها محور الممانعة فما نراه اليوم هو إصرار على أن يجري هذا الحوار خارج قبة البرلمان لا أعتقد بأن الدستور اللبناني يقول بالتوافق التام ليس هناك من داعي للتوافق في حال ذهبنا إلى الانتخابات وفي تاريخ لبنان الحديث منذ نشأة هذا الجمهورية وبالتحديد عندما تم انتخاب رئيس الجمهورية سليمان فلنجية وهو السليمان فلنجية الصغير هو حفيدة حصل على صوت واحد مكنه من أن يصبح رئيس الموضوع هو التوافق يجب أن يكون أو الإجماع يجب أن يكون في إداء رئيس الجمهورية أما هذا الكلام عن إجماع تام وقيام محور الممانعة وبالتحديد حزب الله بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية باستعمال سلاحه يؤدي إلى جعل لبنان ليس فقط دولة فاشلة بل ليس هناك من إمكانية لأي من الأطراف الدولية وحتى الإقليمية من أن تساعد لبنان أعتقد بأن الطبقة السياسية اللبنانية على رأسها نبيه بري يحاول مماطرة أو تقطيع الوقت حتى يكون هناك نوع من اهتمام فرنسي سعودي في لبنان بشكل مباشر يستطيع تمرير رئيس الجمهورية يكون دمية لهذه الطبقة الحاكمة ويستمر في محاولة إعادة إنتاج هذه الطبقة السياسية في آخر المطاف أعتقد بأن الشعب اللبناني هو ضحية وجلاد في آن لأنه لا يزال يراهن على هذه الطبقة الحاكمة سيد رضوان إلى أي حد الوضع الحالي يتطلب تدخلا خارجيا يعني من أجل حل هذا المشكل للأسف تعودنا في كل تاريخ لبنان وكما يقول زميل مكرم منذ عام 1943 ولا مرة في تاريخ لبنان كان العام الخارجي غائبا على الانتخابات النيابية حتى في دورة 1970 كان هناك تأثير لمصر والاتحاد السوفيتي ولأكثر من دولة فكيف الحال اليوم في ظل هذه الانقسامات التي يعيشها الشارع اللبناني أنا لا أقول أن حزب الله يتحمل وحده المسؤولية والتأخير الحاصل في عملية الانتخاب هذه مسؤولية كل الكتل النيابية لكن علينا أن نتوقف عند هذا التكتل الهجين الذي جمع القوات اللبنانية وحزب الكتائب والطيار الوطن الحر إلى مجموعة من التغييرين الذين وقعوا اليوم في فخ كبير كان في مقدور هذه المجموعة أن تشكل خيارا ثالثا مع النواب المستقلين وفرض هذا الخيار على أكبر مجموعتين نيابيتين في المجلس أنا بتقديري كما قلت في بداية كلامي المطلوب هو الدعوة إلى هذا الحوار هل أصبح الحوار شيئا غير مرغوب صحيح أنه ليس مسكورا في الدستور لكن هذه هي طبيعة لبنان هذا ما تعودنا عليه وليس من حق الفريق بين الألين الممانع أن يفرض رأيه على الآخر وليس الآخر المتمثل في القوى المسيحية أن تفرض رأيها على الآخرين لأن مهمة انتخاب رئيس الجمهورية هي ليست مهمة مسيحية إنما مهمة وطنية تخص وتهم كل النواب إذا فعلا قررنا على هذا الخروج وما المانع غدا أن يفرض رئيس تفرض شخصية على كل هذا المجموع الميابي إذا تدهرت الأمور أكثر وأصبحنا في وضع صعب باختصار أقول نحن أمام مجلس نواب وأمام دولة قاصرة غير قادر على القيام بواجباتها الدستورية والكل يتحمل المسؤولية وليس كما يقول أستاذ مكرم أن فريق الممانعة أو حزب الله يتحمل هذه المسؤولية لوحده فقط أستاذ مكرم هل الحوار ممكن في ظل الظروف الراهنة برأيك لتجاوز هذه العقبات؟ أستاذ العزيز ليس هناك من إمكانية للحوار مع السلاح رأينا في السابق كيف أن حصل نصر الله يعتبر بأن هذه الدولة هي مستباحة له وهو قد تدخل في القضاء نحن لا نقوم بأي حوار مع شخص لا يعترف من دستور اللبناني وما رأيناه اليوم من خفة في التعاطي مع هذه الجلسة لسيما بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري للأسف رفض أن يعيد احتساب هذه الأصوات فكان هناك صوت ناقص أو صوت مفقود وهذا يؤكد بأن في آخر المطاف تطيير هذا النصاب والقول بأن هذا حقهم الديمقراطي الانسحاب من الجلسة وعدم تسيير المرفق العام عبر الزهاب إلى جولة ثانية هو نوع من خيانة عظمة فأن هذه النواب هم نواب من الشعب ولكن ليس من حقهم الانسحاب أيضا سيد مكرم صحيح ولكن هذا يسمى في القانون التعصف في استعمال الحق أي أن هذا الكلام بضرورة الزهاب إلى الحوار صحيح إن لم تستطيع الحصول على الأكثرية تذهب إلى المعارضة وإلى الموالات ونعم صحيح ما يقوله الصديق ردوان بأن رئيس جمهورية هو ليس رئيس جمهورية مسيحي ولهو رئيس جمهورية لكل لبنان ولكن قول السناء الشيعي وعلى رأسهم نائب الأمين عام حسن ناصل الله هنا نعيم قاسم بأن هناك محاولة لعزل الشيعة أولا هذا السناء الشيعي لا يمثل الشيعة في لبنان هم كتلة نواب شيعية ولا يتكلمون باسم كل الشعب اللبناني المطلوب عليهم أن يمارسوا الديمقراطية وأن نذهب إلى المعارضة والموالات في حال أرادوا أن يتحاوروا الحوار يجري ضمن المؤسسات الدستورية إن كان في المشاركة في الحكم أو الذهاب إلى المعارضة والأهم من ذلك هذا الكلام أو السردية التي يرددها الطرف السناء الشيعي بأن هذا الاتفاق الهجين نعم هناك تقاطع مصالح على جهاد أزعور ولكن جهاد أزعور كمرشح برغم من كل مشاكله وماضيه فيما يتعلق بالانهيار الاقتصادي هو من الأشخاص الذين يستطيعون الحوار مع المجتمع الدولي في حين أن سليمان فرنجي الذي أعلن نفسه مرشح محور الممانعة والممائع والمقاومة لا يستطيع أن يتواصل مع المجتمع الدولي والتواصل مع المجتمع الدولي في المرحلة القادمة هو أساسي لإعادة لبنان إلى مساره الطبيعي أستاذ ردوان نقطة أساسية ذكرها أستاذ رباح فيما يتعلق بالحوار لماذا الطرف الثاني الطرف الشيعي يسعى لحوار خارج المؤسسات كما يقول لك باي فيه صديقي الدعوة الحوار ليست جريمة أين خارج المؤسسات إذا استمعت هذه الكتل النيابية والتقت على اسم ما سواء كان فرنجية أو أزعور أو أي من الأسماء الكريمة داخل الطائفة المارونية ما هي هذه الجريمة؟ أما بالنسبة إلى موضوع الشيعة وليست في موقع الدفاع عن الشيعة من حق النواب السبع وعشرين أن يقولوا كلمتهم أما إذا كان هناك انتقاص بتمثيلهم وهم حصولهم على أكبر عدد من أصوات الناخبين في لبنان هذه مسألة وجهة نظر فيها فتتحول في الانتخابات النيابية المقبلة ونقدم على تغيير النواب السبع وعشرين وعدم تمثيل حركة أمل وحزب الله على أي أساس الحوار سيد عقيل؟ الحوار بين الأفريقاء على اسم توافقي البطرك الراعي يقول بهذا الكلام أنا لا أقول هذا الكلام المسجيعي يقول بهذا الكلام عندما يقول رئيس الكنيسة المارونية تعالوا إلى طاولة الحوار لماذا لا نستمع إلى الرجل؟ عندما يأتي بكرة وزير خارجية جون إيفلي دوريون وزير خارجية الفرنسي السابق لمتابعة هذا الموضوع كيف ستتم هذه عمل النهاية؟ الدول الكبرى تلتقي وتتحاور فكيف الحال بين أبناء الوطن الواحد؟ لكن عملية تطيير النصاب التي أقدم عليها اليوم الأفريقاء الذين يؤيدون سليمان الفرنجيين هو السلاح نفسه الذي استعمله جبران باسيل الذي أصبح اليوم محل إعجاب ومحل تقدير عنده تغييريين وعنده وطنيين لكن ما أريد أن أقوله هذا السلاح استغيير النصاب استعمال النصاب سبق أن لوح به سمير جعجع وجبران باسيل ومجموعة من النواب التغييرين أي بمعنى أي فريق من حقه أن يلجأ إلى مثل هذه الخطة وتطيير النصاب إذا لمس أن اسما لا يناسبه ولا يطلاق مع مشروعه لذلك هذه هي الدعوة للحوار ولابد من الإشارة هنا إلى أن العدد الأكبر من النواب الطائفة السنية مارسوا سياسة حكيمة اليوم في عملية اقتراعهم وتبين أن لا تفرد عليهم أي ضغوط وفي المناسبة المملكة العربية السعودية تعاطت بإيجابية كبيرة مع هذه الانتخابات على العكس ما كان يتردد أنها ستفرد على النواب السنة أو غير السنة أي بمعنى كانت اللعبة لبنانية لكن هناك إشارات خارجية ربما من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت أوامر إلى عدد من النواب الذين يدرون في فلك المجتمع المدني وتوجهوا الانتخاب أزعور الذين كتبوا فيه الكثير من المقالات وتصدروا الشاشات وهم ينتقدون الرجل واليوم يقولون فقط نحن نريده للضغط على حزب الله وإبعاد سليمان فرنجي عن المشهد الرئاسي سيد ربا حل حرقت هذين الإسمين هل نتوقع اسم جديد أم بإمكان الأطراف التفاوض على أحدهما للأسف منطق حزب الله هنا بأنه نعم لقد تم حرق جهاد أزعور وعليكم القبول بسليمان فرنجي أو هناك محاولة لتمرير اسم زياد بارود وهو للأسف هو نوع من حصان ترواضة لكل من حزب الله وجبران بسيل فيتم الاتفاق عليه ويقولون بأن هذا الشخص هو يشبه إلى حد معين جهاد أزعور المسألة ليست بأن جهاد أزعور يمثل المجتمع المديني قم قاله ردوان أو هو يمثل حتى السنة وليس هذا دقيق بأن المملكة العربية السعودية لم تتدخل المملكة العربية السعودية عبر الجنة الخماسية كانت واضحة بأنها غير مستعدة لتغطية رئيس جمهورية يغطي استمرار حزب الله باستباح السياة الدولة وهذا كان واضحا عبر مقاله هنزار العلولة إلى الطرف الفرنسي أما ما نراه اليوم بأن علينا أن نقول بأن جهاد أزعور قد ربح هذه الجولة وقد حصل على 59 صوتا في حين أن نبيه بري رفض حتى الذهاب إلى الجولة الثانية وهذا الكلام بأن هذا حق دستوري بتطيير النصاب لا هذا ليس شيئا دقيقا والمطلوب هنا أن نعي تماما بأن ليس هناك من إمكانية لإجبار المجتمع الدولي عبر تقديم تنازلات من أجل إعطاء هذا البلد مجدنا لحزب الله حزب الله قد سيطر على هذه الدولة باستعمال السلاح هو يستمر باستباحة مؤسس الدولة الدستورية عبر منع انتخاب رئيس جمهورية هذا رئيس جمهورية الأربطاعش في تاريخ هذه الجمهورية قبل من يكون حزب الله موجود في هذه الدولة على الأحزاب أن تشارك في السلطة أو تنضم إلى المعارضة أي منعطف تدخله الأزمة أزمة الرئاسة المستمرة في أقل من 30 ثانية أستاذ مكرم ثم أعود لسيد عقيل أعتقد بأن الأزمة مستمرة ومحاولة تقطيع الوقت من قبل الطبق الحاكمة في محاولة من نبيه بري من أن يقوم بجمع ما يسمى طاولة الحوار لأن تكون نوع من محاصصة جديدة لإنتاج هذه الطبقة السياسية ولكن لا أعتقد بأن هذه الفررية ممكنة في الوقت الحالي أستاذ عقيل باختصار 10 ثواني أولا بالنسبة إلى زياد بارود يبقى من الأسماء المطروحة بالفعل وأنا لا أوافق صديق مكرم على توصيفه بهذه الحالة أنه حصان طرواضة يبقى زياد بارود بين الألين واضحا أكثر من الكثير من التغييرين من مواردنا وغير مواردنا شكرا لكن ما أريد أن أقوله بهذا الخصوص لا مهرب من هذا القوى شكرا جزيلا لك وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان عقيل كاتب البحث السياسي وأيضا الكاتب البحث السياسي مكرم رباح من بيروت شكرا جزيلا لك